مش كل تشوهات أو إصابات أو إعوجاج في العمود الفقري هيحتاج عملية خصوصا عند أطفالنا أو ولدنا خدوا بالكم من قاعدة ولدنا على المكاتب خدوا بالكم من طريقة مذاكرة ولدنا خدوا بالكم من طريقة ممارسة ولدنا للرياضة لأن الحاجات البسيطة دي لو بتتراكم أو بتتعامل بشكل متكرر وخاطئ ممكن تؤدي إلى مشاكل جثيمة في العمود الفقري لكن نلحق دايما في الوقت المبكر لأن لما بنلحق المشكلة قبل ما تتفاقم ما هيبقاش العلاج إن احنا نعمل عملية ممكن العلاج يبقى تصحيح الوضع أو ممارسة نوع من التمارين والرياضة ونبقى كويسين وفي أحسن حال رجعنا لحضراتكو تاني عشان نستكمل فقراتنا المتنوعة النهاردة في الفقرة دي هنتكلم عن تجميل الأسنان لأن احنا زي ما بنتكلم عن الأمراض اللي بتصيب الأسنان بنتكلم برضو إزاي نواجه أمراضها وإزاي نواجه مشاكلها المختلفة أكيد هنغطي كل الزوايا الخاصة بأسنان ونتكلم كمان عن تجميلها عشان كده الفقرة دي هتلاقوا فيها إجابات على كل اللي ممكن تحبوا تعرفوه عن تجميل الأسنان إمتى الشخص بيحتاج لتجميل الأسنان وإيه هي أحدث تقنيات تجميل الأسنان وغيرها من الأسئلة اللي هيجاوبنا عليها الدكتور أحمد فكري أخصاء تجميل الأسنان والتركيبات اللي مشرفت النهاردة سأهلا بيك الحقيقة عايزين نشرح للناس يعني إيه تجميل الأسنان وليه بنا لجأ له خلينا في الأول نتكلم يعني إيه كلمة تجميل بصفة عامة كلمة تجميل بصفة عامة هو أن أنا بخلي الحاجة شكلها أحلى طيب فتجميل الأسنان هو أنا بخلي شكل الأسنان أحلى طيب أول كلمة بتجي في أول حاجة بتجي في دماغنا أول ما نسمع كلمة تجميل الأسنان هو رصة الأسنان البيضة اللي جنب بعض ولكن كلمة تجميل أسنان هي حاجة أكبر وأوسع من كده بكتير جدا بتبدأ من أن احنا مجرد نعمل حاجة بسيطة جدا زي طبيض الأسنان لحد ما بنعمل الإبتسامة التجميلية بتاعتنا لأن لو حد جاي العيادة مثلا سنانه صفرة بيشتكمل صفار السنان وإحنا عملنا له بس طبيض ما عملناش حاجة فهو بقى شكل سنانه أحلى السنانه بيض بقى شكلها أحلى فكده عملنا تجميل أسنان ولكن حاجة بسيطة في التجميل حد مثلا عنده رصة الأسنان بتاعته مش مظبوطة عملنا تقويم بقت رصة الأسنان مظبوطة وبقت شكل دي حكيته حلوة فده تجميل أسنان ولكن تجميل خفيف لحد ما وصلنا للإبتسامة التجميلية بتاعتنا أو تجميل الإبتسامة وأنا قصد أقول تجميل الإبتسامة مش تجميل أسنان لأن دلوقتي فكرة أننا أحصل على إبتسامة حلوة مش بس أن أنا جملت أسنان زي إيه؟ عندي عوامل كتير بتأثر على شكل الإبتسامة الإنهائية منها طبعا شكل اللاسة ولون اللاسة وشكل الشفاف بتاعتنا وحنا بنتكلم لو عيان جايلي العيادة مثلا يا دكتور أنا عندي مشكلة أن أنا لما بتكلم سناني مش بتبين فأنا عملت له سنان شكلها حلو وشكلها حلو جدا بس استلي المشكلة أنه هو سنانه ما بتبنش بس سنانه ما بتبنش مع أنها حلو فأنا ما عليكتش المشكلة هو حل متكامل تقص لصالتك لازي بقى حل متكامل بقى حل متكامل لأن برضو مثلا في مشاكل تاني راحيك تعرف في ناس وهي بتتكلم أو هي بتتحك اللاسة جزء كبير جدا من اللاسة بيبان اه بالضبط حك فالجامي سمايل دي ما ينفعش خلاص أنا دلوقتي حد عنده جامي سمايل بتاعنا رسمت أسنان شكلها حلو وبقى شكل أسنان حلو جدا بس الجيل المريض وهو بيتحك اللي بتسامة مش حلو أنا عندي صورة الحقيقة بتورينا كلام حضرتك بشكل عملي عن علاج اللسة مع تجميل أسنان أو قبله كمان بزبط يعني احنا عندنا الحالة دي زي ما احنا شايفين كده عندنا كل سنة طولها غير التاني لو بصنا على شكل اللاسة من فوق كل سنة شكلها غير التاني خالص لو احنا عملنا فينيرز على الوضع بتاع اللاسة اللي موجود ده فاحنا كده عملنا مشكلة لأن احنا في الآخر احنا بقى رصنا أسنان بنفس الرصة اللي مش مظبوطة زي ما احنا شايفين فوق اللي احنا عملناه ان احنا زباطنا شكل اللاسة بالليزر اشتغلنا على اللاثة الأول طبعا وبعدين نبدأ اشتغل على اللاثة الأول بعدين نبتدي الأسناء لأننا هيكتخيل معي كده أننا عملنا الصورة اللي فوق دي فكل سن على وضعها عملنا فينير هيبقى في الآخر سنان اللونها أبيض ولونها حلوة لكن شكلا مش حلو ده مش تجميل طبعا ده مش تجميل فالتجميل حاجة مالتي فكتوريال فيها عوامل كتير جدا وتتدخل فيها مش بس أننا عملت شكل سنان حلو طبعا شكل السنان دي حاجة حلوة جدا ولكن حالة اللاثة واللون اللاثة والشفايف كل الكلام دي حاجة فرقة طبعا إمتى لو أحد بيلجأ للتجميل هل مجرد ناس تقول له مثلا أنت لاثة تجبينة وأنت بتتسم أو سنانك مش مرصوصة كويس يعني إيه هي الانديكيشنز العلمية أو الطبية اللي بتقول أننا محتاج تجميل خلينا دكتور نقسم الناس اللي بتيجي تعمل تجميل أسنان لتو كاتيجرز أول حد اللي هو عنده مشاكل في سنانه حد اتخبط في سنته وصغير فاتكسرت حد سنته تخلعت لسبب معين حد حد سنته سوست حصل أي مشكلة في أسنانه دلوقتي خلينا نقول برضو أن ثقة الحد في نفسه 90% بتعتمد على المظهر الخارجي طبعا لو عندنا مشاكل مثلا في السمنة مثلا أو حد عنده مظهره الخارجي في مشكلة لأوا أن ده سبب 90% من مشاكل الثقة في النفس الأوليلة طبعا مع الأسنان جانب حاجاتا فلما يبقى عنده مشكلة في سنانه حقيقة دلوقتي كلنا هنشوف الناس اللي هو لما بيجي يضحك بيحط يده على بقه عشان سنانه ما تبنش وفيه الموضوع بيتطور عند بعض الناس ما بيحبوش يتصوره ما بيأكلوش بره البيت عشان سنانه ما تبنش فالموضوع وكي يوصل لعقدة بيوصل لعقدة جدا ففي الحالة دي احنا لازم نروح للدكتور السناني لازم نروح للدكتور السناني لازم نعمل تصحيح أو تجميل طب هل لازم اعمل الفم كله؟ نعم طبعا ولا برضو ممكن تعمل كوثئيا دي بقى خبرة الدكتور على حسب الحالة طبعا متفرق معنا ولكن خبرة الدكتور ان انا مش شرط ان انا كل حالة تجيل انا لازم اعمل بقه كله عشان فطر احنا لاندي صورة بتوضح برضو كلامنا عشان يبقى واضح تفضل احنا هنا مثلا حد كان عنده مشكلة في السنتين اللي قدام ايوه فاحنا من الشرطة عشان نعمل تجميل اسنان او نصحح المشكلة اللي حصلت عنده عشان السنتين عنده تكسروا فانا مضطر اعمل سنانه كلها دي بتبقى محتاجة حرفية اكتر من الدكتور عشان زي ما احنا شايفين في الصورة هي لازم تطلع زي شكل السنة بتفاصيلها مقرنة بالسنان اللي حواليها ايوه ينفعش اعمل سنة يبقى لونها مختلف مسر او حجمها مختلف مسر طبعا حيبان هيبقى شكلها مش مظبوط هنا زي ما احنا شايفين الترانسلوسنسي او الشفافية اللي موجودة في السنة من تحت عشان تبقى زي سنانه الطبيعي اللي ربنا خليقنا بيها اللي جنبها بالزبط ينفعش ان احنا برضو حاجة بتلاقي يعني ممكن ينبقى حاجة مش دكتور سنان وتشوف حد مركب تركيبة وحشة جدا انت بتقوله انت بتاخد بالك انهم ركب حاجة ايه اللي انت عملته ده ايه اللي انت عملته ده ايه اللي عملهو لك ده بالزبط طيب عموما الناس بتخاف ليه من المروح لدكتور السنان وبتأجل خليني بس اتكلم في حتة مهمة بس اللي انا قلت ان احنا ممكن يكون عنده مشكلة في السنانه فاضطرنا نعمل تجميل اسنانه وممكن ما يكونش عنده اي مشكلة خلص بسهول اللايفستايل بتاعه عايز شكل السنانه يكون احلى عايز يكون البرفكشن حد الكمال يعني بالزبط عايز الجسم يكون كويس فبيروح للجامع عايز سنانه يبقى شكلها احسن فبي اعمل تجميل اسنان حد الوظيفة بتاعته مثلا هو زي حضراتك مثلا عايز يبقى شكل اسنانه بزيع ممثل بيقدم محضرات يعني بيواجه الناس رجل بتاع تسويق بتاع بيع عايز شكل اسنانه يكون حلو بالزبط في التعامل مع الناس فهو عايز هو اسنانه مش وحشة ولكن هو عايز الاحسن من كده اللي بتسمى مهمة في شغلنا كلنا اغلبنا بالزبط فده الكاتيجوري التاني والحد التاني مش شرط ان احنا يكون عندنا مشكلة في اسناننا عشان نيجي نعمل تجميل اسنان ولكن ممكن نكون عايزين احسن من كده طيب عدم بقى مرواح الناس لتجميل اسنانها بيخش تحت عنوان كبير احنا ما بنحبش روح لدكتور السنان ليه؟ بالزبط احنا نحبش فقا لدكتور السنان يا دكتور خلينا نقول ان احنا زمان من زمان انا رايح لدكتور السنان فان رايح هتعزم ايه اللي هو راني كلنا فهو كل الناس بتبقى داخلة عندنا العيادة فيه خوف الاول فهو قبل ما تكون من دكتور السنان هو انت لازم بتمتص الخوف اللي هو هتداخل نتيجة ايه الخوف ده جاي من ايه؟ ان احنا سمعين من زمان ان احنا بروح لدكتور السنان انتواجع او حد مثلا راح لدكتور السنان الدكتور ده واجعه او عمله حاجة مش مظبوطة عمله تركيبة مش كويسة فهو جاي الان انا خايف عشان ما يحصليش مشكلة زي اللي حصلت قبل كده وعمل مهم جدا وعمل الوقت في حد يعني مثلا من نسبة لحيك شغل حدرتك فانت بتبقى محتاجي لحاجة مينفعش اجي رايح جاي مثلا سبع تمن مرات عشان نخلص سنين دي هتبقى في مرة تانية ان شاء الله عايزين نتكلم عن موضوع السياحة العلاجية والحاجات دي لان احنا دلوقت بنا نقدر نخلص شغل تجميل اسنان في مرتين تلاتة بالكتير قوي المريض جاي في فترة محددة وعايز يخلص ويسافر بالزبط جاي احد اسبوع في مصر وعايز يخلص ويسافر دلوقت احنا عندنا في مصر كل الامكانيات اللي تنافس دول امريكا واروبا بكل كل الاجهازة مفيش جهاز موجود في العالم كله ومش موجود في مصر بس دي محتاجة استفادة في حلقة تانية نتكلم عن الموضوع ده وزي ما قلت مثلا نحدي راح لدكتور عمله بروز في اسنانه مثلا فهي جاي عايزة تعالج بروز الاسنان فهي جاي خايفة طب يا دكتور اللي احنا هنعمله جديد ده هيعالج المشكلة اللي عندي ولا لا؟ احنا عندنا حد فعلا وهي يبدو مدام في صورة كده كان عندها بروز اسنان زي كده زي ما احنا شايفين في الصورة اللي فوق دي هي واحدة المفروض انها عاملة تركيب على اسنانها اللي فوق دي دي حد راحت لدكتور عشان تعمل تجميل اسنان بقى بالمنظر اللي احنا شايفينه ده فوق ده السنان خرجت لبرا السنان شكلها وحش السنان مش مقفلة على اللاسة عاملة لها ريحة بق وحشة عاملة مشكلة كتير جدا لنتيجة ان الدكتور ما اختارش الماتيريا للمناسبة ما عملش التريتمنت بلان كويس ما حضرش السنان للتركيبة كويس زي ما احنا شايفين بقى لما جاد تحت البروز اختفى تماما شكل الأسنان بقى صحي جدا اللاسة هي حتى لو هيك تاخد بالك فرق الضحكة في الاتنين مختلف تمام حتى بتضحك بنفس يعني كان الدحكة اللي فوق بتضحك نص دحكة كده بعد كده دحكة صح فبتضحك بنفس شوي طيب احدث تقنيات عندنا في تجميل الأسنان ايه؟ احدث احدث حاجة انا زي ما قلت الحقيقة دلوقتي احنا بقينا مفيش حاجة موجودة في العالم كله مش موجودة في مصر طب الأسنان في مصر تقدم جدا 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 وخصوصا في مجال التركيبات الاجهزة اللي طلعت زي الجهاز السيرك او الكاد كام هو ان احنا نقدر دلوقتي لو فيه سنة او سنتين او لو حالة تجميل ولكن مش ما فيهاش مشاكل كتير نقدر نخلصها في يوم واحد يعني العيان ممكن يجي الصبح الساعة مثلا ثلاثة الظهر الساعة تسعة بالليل يكون مخلص كل حاجة يعني ويروح مشواره ويجي الساعة تسعة برضو السؤال اللي هيقفز هنا هلتفرق التكلفة ضخم؟ خالص وطعيبا يصل لأبعاف الرقم التقليدي؟ خالص 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 يعني هو تعريبا نفس الـ ان الاجهزة غالية الاجهزة غالية ولكن احنا ما بنحملش المريض هو توفير الوقت اساسا لو تمام لكن انا مثلا ما اعرف ان انا هزيد 30% 40% 50% عن العادي هتشجع طبعا انما يبقى 3 اضعاف 4 اضعاف لا انا عايز اقول له هايك دلوقتي يا دكتور لو انا عايز اركب كراون زمان كنت عشان اركب كراون تربوش بالضبط عشان اركب تربوش كان زمان بيجي المريض بنحضر السنة وبعد ما نحضر السنة بناخد نقاس المعمل يقعد خمسة ايام بعد الخمسة ايام يجي نحط في المريض يجربوه دلوقتي احنا عايز اقول له هايك مثلا احنا حضرنا السنة في خلال نص ساعة بيكون التربوش خلصات والفرق نسبة بسيطة من التمن الاصلي لا تذكر تقريبا لا تذكر حاجة كويسة جدا طبعا بنسمع عن القشرة التجميلية القشرة التجميلية هي طبقة رفياة جدا متحطة على السنان من بر ناس كتير بتخاف دكتور وانا لو عملت القشرة دي السنانية هيحصل فيها بروز لا طبعا لان احنا بنعمل التركيبات دي عشان نعالج بمشاكل زي مشكلة البروز القشرة دي طبقة سمكهل هي تعدى 0.3 مليمترز يعني قد ايه يعني تقريبا تلت ميلي اللي هو حاجة لا تذكر اصلا تلت ميلي بالضبط لكن ما بتحضرش السنة لا بتاخدش منها لا لا بتاخدش حاجة خالص من السنة فالطبقة الخارجية اللي بتحط على السنة دي انا اقدر بيها اتحكم عندي سنة مثلا جزء مكسور شوية عندي حد لا انا عايز السنان تطول شوية بقدر اتحكم في السنان حتى سطحها ما بيبقاش مستوي بالضبط بالضبط بالتالي فيها بروز تمام صح عايق بتكلم صح جدا في الحالة دي حاب نلجئ ان احنا نعمل قشرة تجميلية فالقشرة التجميلية دي قدر اتحكم في شكل السنين وفي لون السنين وفي حجم السنين لو عندي فراغات ما بين سنين يقدر نقفل الفراغات ما بين السنين عندي سنان قصيرة شوية نقدر نطولها عندي مشاكل في سنين زي ما حاجم بتقول حد عنده مثلا مولود بسنين وفيها عيوب خلقية خلقية بالضبط فيه ناس بتبقى سنانها فيه ادوية بتتاخل فيه ادوية بتتاخل بتخش في تركيب السنة وما بتروحش بالضبط بتعمل لون ما بيروحش بالضبط طبعا طبعا فلو عن حد عنده مشاكل من التترا سايكلين احنا بنعمل قشرة على سنان المبارد خلاص احنا حلينا المشكلة بدون ما نبرد سنين وبدون ما نخش في مشاكل طب هل بتنفع لكل الحالات القشرة التجميلية وبتستمر مدى الحياة ولا بتغيروها كل فترة خلينا نقول ان هو يعني 90% من الحالات ينفع معهم القشرة التجميلية 90% من الناس تنفع القشرة التجميلية معاهم ففي بعض الحالات لان بيبقى فيه مثلا السنان معوجة قوي فبالقشرة التجميلية مش هينفع لان هي سمكها قليل بقى اختيار الحالة بقى اختيار الحالة بزبط دي طبعا حاجة مهمة جدا بس 90% من الناس بينفع مع القشرة التجميلية تمام تجميل الاسنان بياخد وقت يعني مثلا لو هتعمله خطة فيها كذا حاجة فيها تقويم فيها على جلسة فيها كذا يعني كده في المتوسط يعني بغض النظر عن التقويم لان تقويم ده هو حاجة بتاخد وقت شوية هو تقويم هو بياخد تقريبا سنة التقويم اي حاجة تاني في الاسنان خلينا نقول ان احنا نقدر ماكسمم وذن اسبوع كل حاجة تقلص اسبوع بالكتير قوي بالكتير جدا 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 في خلال اسبوع بالتشخيص السليم وتحديد ايه المطلوب بالزبط بالزبط بالعمل الاشعات اللازمة بالخطة العلاجية المناسبة بالكتير قوي اسبوع ان شاء الله وفي بعض الحالات زي ما قلت الحالة ممكن تقلص في يوم واحد كمان طيب ايه بقى الاحتياطات اللي انت بتنصح بيها مرضاك بعد ما بتعمل لهم التجميل سواء حطت لهم اشرة او اي حاجات تانية زبطت بيها وعليكت اللسة هل في مجموعة احتياطات كده وارشادات لازم يمشوا عليها؟ ايه يعني انا دايما بقول لحد اللي جاب يعمل تجميل الاسنان احنا مش عاملين تجميل الاسنان عشان نعذبك او نحرمك من الاكل احنا هنا المصيرين بنحب الاكل جدا وانا حد منهم طبعا فاحنا مش عاملين القشرة وعملين تجميلة اسناننا عشان نحرم نفسنا من حاجة فنفس الاحتياطات المتابعة لاسناننا العادية هو اللي احنا بنتعامل معيه في القشرة بتاعتنا او في التجميل بتاعنا الحاجات اللي غلط على الاسنان العادية هي غلط طبعا على الفينير غلط على الكراون وغلط على كل حاجة انه هو اصلا حرص بزبط انما بنتعامل عادي بنغسل سناننا عادي جدا العلاية العادية الخيط طبعا ما بين الاسنان ده مهم جدا جسول الفم كله عادي وفي فكرة تانية ناس خلاص يبقى شكل سنانها حلو فهو متخيل ان هو مش عايز يغسل سنانه تاني فخلاص السناني حلوة ما بتسوسش فخلاص افعل لا طبعا هو لازم من الاهتنام العادي بتاع السنان نحنا بنغسل سناننا مرتين في اليوم وبنستعمل مضمضة قبل ما ننام بالليل التعامل الطبيعي جدا بتاع السناننا ده عادي بعد ما بنعمل التركيبات ببعضة مشكورك جدا كرحمة الحقيقة انت قلت كلام مفيد وبيطمن الناس بخليهم كلهم يجروا يجملوا اسنانهم بحسنوا ابتسامتهم مرسي على وجودك مع عادي فتحكيم في بيتك ومضم صوت لصوتك ومتمنى سلامة وجمال وصحة اسنان كل مشاهدي بردمجنا وان شاء الله تفضل ابتسامتهم دايما منورة هنطلع لفاصل وبعد فاصل نتكلم في موضوع صحي اخر بإذن الله استنونا هل يجب عمل منظر رحمي بصورة روتينية قبل حالات الحقن الميكالي وأطفاء أنابيب؟ الإجابة بمنتهى الوضوح لا أثبتت الدراسات العالمية المنشورة في أعلى الدوريات في العالم إن إجراء المنظر الرحمي بصورة روتينية لا يزيد فرص الحمل إمتى بنعمله؟ إحنا بيتم تقييم السيدة بالأشعة التلفزيونية مرة واثنين ولو في أي شك في وجود أي مشكلة في بطانة الرحم سواء زيدة رحمية التصاقات أي حاجة ساعتها بيتم اللجوء بدون أي تردد للمنظر الرحمي لكن إن إحنا نعمله في عدم وجود أي مشكلة ليس لها هناك داعي على الإطلاق اشتركوا في القناة